السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا اليوم أسهل طريقة لأمل الباكم بالشهية والمخزية ولو لأول مرة تدخل على قناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولو الفيديو أجبكم شير ولايك وكمنت وفعلوا جرس ليصلكم كل الفيديوهات التي ينزل أول بأول بسم الله نبدأ المكونات قمح مكشور وموية وسمنا وملح وسكر وكاستر وحليب بودر أول شي بخسل القمح لحد ما موية تبقى نظيفة وفي حالة بخد كمية مناسبة من الموية وبضيف القمح المخصول القمح هنا عندنا ما بيحتاج وقت طويل 10 دقائق والقمح بيستوي المرحلة الأولى بس بسلق القمح بموية من غير إضافات أنا ضفت ركة خرنجال اختياري يعني ما ضروري وما أساسي الخيار ليكم المرحلة الثانية إضافة الحليب البودر والكاستر والسكر والملح بس لسنة أولى مطبخ المرحلة دي لازم تنتبهوا تزوبوا الكاستر والحليب مع بعض بموية حتى تضيفوا للكمح أنا عملت كده لعني بقدر بتحكم في الكاستر والحليب البودر يزوبوا من خير مشاكل أو من خير ما يتكلكوه لكن الأفضل إنكم أنتم تزوبوا الكاستر والحليب البودر بموية حتى تضيفوا للكمح ورش السكر أنا عايز أضيف بعدين طهنية ومربع فما بحب أكثر السكر زي ما شايفين يعني لو ما أملت حسابكم حيتكلكه معاكم بس أنا بقدر أتحكم في الكاستر والحليب البودر فضروري جدا أنتم تعملوا بالطريقة اللي قلت لكم تزوبوا في الأول بالموية وبعدين تضيفوا للكمح ورشة ملح طبعا الباكون بوجب بشهية جدا وخاصة ومخزية خاصة للأطفال والناس اللي بيشتغلوا للأشغال الشاقة ودي أسهل طريقة في ربع ساعة ممكن يتعمل طبعا حلوة بالسمنة البلدية وبخلي الباكون بلا حد ما يستوي للآخر والحليب والكاستر أيضا يستويه ممكن تتحكموا في القوام أو في الكسافة بتحت الكاستر أنا عملت من بدون معايير زي ما أنتم شايفين المخادر قدامكم أو المكونات قدامكم للتقديم رشة سكر ورشة حليب بودر وطحنية ومربع طبعا كلها خيارات بالنسبة ليكم زي ما أنتم حابين وبتمنى الفيديو ينال أو الوصفة تنال إيجابكم وتطبقوه تدوني عراقكم مع في الكومنتات وما تنسوا اللايك والشير للفيديو والقناة ودعمكم اشتركوا في القناة